قال رئيس الوزراء محمد شياع سوداني أن الحكومة مستمرة في صرف مستحقات الفلاحين كما ستمنح الفلاحين والمزارعين الذين يعتمدون الأنظمة الحديثة في الري سعرا أعلى لشراء محاصيلهم من الذين يستعملون وسائل تقليدية السوداني أكد لرئيس وأعضاء الاتحاد العام لجمعيات الفلاحية التعاونية استيراد أثنى عشر ألف منظومة ري وأن اتفاقية إدارة المياه مع التركيا ستحقق نقلة نوعية بقطع الزراعة في العراق وأكد أن دعم القطع الزراعي والنهوض به يعد من أولويات الحكومة وأهدافها وأدعم الفلاحين بالأسميدة من خلال المنتج الوطني وكذلك عن طريق رفع القيود عن استيرادها